بس نروح للوقتي ونستقبل خبرنا التحكيم المتميز دائماً كفت الناصر عباس للحديث عن طاقم التحكيم اليوم كفت الناصر منورني تحياتي لك هتناعم تحياتي لكل مشاهدي قناتنا للأهلي وإن شاء الله دايما نقول التوفيق إن شاء الله النهاردة يا رب لطاقم التحكيم تحياتي لك هتناعم العباس لما نروح لطاقم التحكيم عندنا حاجة صغيرة كده هتكلم فيها وهي رسالة للكابتن عسام عفتاح الفكرة أولا صديق ليا لو كل الاحترام والتقدير اشتغلنا مع بعض فترة كبيرة حققنا نجحت مع بعض فترة الأولية وكان أهم حاجة ما يموز الشغل اللي احنا اشتغلنا أكتر ما اتكلمنا دايماً خلي شغلك وخلي أدائك وخلي فعلك هو اللي تكلم عنك دي حاجة مهمة جداً جداً أنا بس بقول ما يجي بأنك أنت تتهم خبير زيك بحاجة ما حصلتش ولم تحدث لأن الحقيقة طبعاً أنا كنت شاهد على الواقع رجل كان موجود في تحدي الكرة كتن أيمن وكان أول مرة ييجي من برة وقعد مع رجل الحكيم تعرضت عليه حالة حالة زي ما بتيجي كده أنت بتقول لي رجل الجزاء أنا بقولك أنا بقولك لأ فتعرضت الحالة هو قال من موجهة نظري أن هنا الحالة هدف سألوه قال لهم لأني هنا في نقاط وفي خطوط تقنية بزرحة ما تحطتش بشكل صحيح صح ده مش خطي يعني ده 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 رأيه وإنت قلت رأيك يا عصام إن هي تسلل إذن ما نقولش إن الراجل جي ولقى في الخطوط كس تلقى في الخطوط طبعاً كلام كبير جداً يا عصام أنت قلته إنك أنت بتصدر مشكلة مش بس للنادي الأهلي والراجل ما كانش مسؤول والراجل ما كانش موجود أصلاً يعني 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 كابتن لو في تفاصيل حنقعد نحكي إنما متدمش وقت والنادي الأهلي ما استفادش رأس بالعكس بالنادي الأهلي يتضار بالزبط كده لأن أشار أنا ألعب في الخطوط يبقى أنا لازم أن أخذ الحالة وارح وارفة الفار وأجيب الجهاز وأجيب الأوبريتر وقاله يا الله شلي دي من هنا أحطي كان نمعصالش لابد إن إحنا يعني الكلام يبقى إنك أنت بتخاطب جمهور صحيح الجمهور ده آه فيه الحمد لله النهاردة لاس فهمت النهاردة وعرفة كل حاجة ولكن في البعض ممكن ما يكونش ياخد كلامك تبقى أنت النهاردة بتصير مشاكل للبعض بدون دعم خلي كلامك أنت راجل مسؤول خلي كلامك دايما دايما في مسؤولية مش هنروح كتير لموضوع دوت ولكن نروح النهاردة هيدي الواقع كيف هذي الحالة هو هنا لما كلاتنبرج أولاً دي دي حالة سامير عثمان يعني من ده من الخبرى اللي نهاردة اللي تكلمه ومتقسم تجابي الحالة دي احنا كلنا اتكلمنا فيه وقلنا هدف ده بلعين المجرد بدون الخطوط لما سامير عثمان هنا حتى أس المسافة كانت خلينا بس في لها بني مهمة جدا عشان نوضح معلش معلش لما سامير عثمان هنا هلما يكون هناك أي وكده اه هو هنا الراجل قال إيه قال الخطوط هنا المفروض تتحط على الحتة اللي هي تحت الكمة كانت اللي هي تحت الإبت مزبوط متحطش كده بالشكل ده واتكلم آه يقولك لو هيت حطت صح كانت الكرة تبقى هدف هنا سامير عثمان أس المسافة حتى عنده وقال إن الكرة هنا آه هنا المسافة ما بين المدافع 15 متر و 70 سنتي المسافة ما بين بيرسي تاو 73 سبت إذن النهاردة الراجل ده يعتبر أقرب إلى مرمى خصومه من المنافس اللي هو بيرسي تاو دي حالة من دمنا حالات أي سامير تكلم فيهم بشكل كويس كل الخبراء قالوا إن دي هدف ولكن أروح لعشور هو عشور هنا فعلا حط اللقطة دي كانت تلات مرات على الجهاز الجهاز يدوني النتيجة دي بسبب عيد في الجهاز هو عشور متأكد تماما إن دي هدف ومقتنع تماما من هدف ولكن استخدم أكتر من كاميرا ولكن يددت له النتاج دي هو راجل جاء جاءتين برج تاني ما كانش موجود المباراة كانت يوم 3-8 راجل جاء رجع 6-8 صح أمال ما قاعد في الفندو وعمل كمع مراجل حكام قاعدوا قال رأيه وخلصت القصة ورح قافل اللاب ورح يتمنى طلعش نقول كلاما جماعة ونصدر مشكلة للجماهير كلام ده كلام ما ينفعش يتقال لأن مش عايزو قلت حدو كرة النهاردة لابد النهاردة يفتح تحقيق للكلام ده كلام كبير قوي ولو عندك سند قوله اطلع قوله ولكن أنا أعتقد ما فيش سند ولا فيه أي شيء الهدف أن هو كلام يقال الكلام شوية عصام قال الكلام شوية عشان الأمور ما تمشيش في الشكل مش كويس مفاقية النهاردة بو أمين عمر الحكم على الفار النهاردة نحن في الأسبوع 28 أمين عمر أول مباراة للفار ولما تسأل أمير يقول لك أنا ما بلعبش فار هنا عندنا أمين عمر أنا بس حكام على أمين عمر وبعدنا هروح لباسيوني هروح لباسيوني حكم من بورا أمين عمر من حكام البروفيشنال لكابتن عيما ثاني أمين عمر من أحد حكام المحترفين في التحاد الأفريقي هم عاشين حكم على فكرة عنده في شهر 7 عنده معسكر تابع لتحاد الأفريقي معسكر خاص بالبروفيشنال اللي هما ليش الحكم معسكر ده إيه معسكر فار معسكر للفار فالراجل هنا ما بلعبش ما لعبش ولا مباراة فار أول مباراة ليه النهاردة وده حكم دولي قلنا مرارا وتكرارا يا لجنة الحكام من فضلك هذا حكم دولي عنده فرصتين لو ما تاخدش حكم في كاس العالم 2026 ممكن يتخذ حكم فار في 2026 ادي له مباراة فار وبالتالي النهاردة فين وفين لما الناس سمعت الكلام وبالتالي النهاردة أول مباراة ليه على الفار نروح ليه محمود بالسوني بسماء ما شاء الله يا رب وفقه النهاردة ماشي كابتن أيمان محمود من المنطقة السكندري كان في القائمة الدولية وخرج ورجع النهاردة بيقدم أعلى مستوى وأفضل مستوى وأكتر عدد مباراة لعبها أكتر عدد لعب 10 مباراة كحكم ولعب 13 مباراة حكم فار وبسم الله يا شاء الله ربنا يكملك النهاردة ويوفقك نجح في كل مباراة النهاردة أعتقد بنسبة 90% حفظ مكانه في القائمة الدولية يعني شاء الله يكون ليه نصيب أنه يدخل القائمة الدولية النهاردة وهتبقى بالنسبة له حاجة مهمة جدا جدا إن شاء الله لعب مباراة آخر مباراة لعبها في 2021 للنادي الأهلي لعب 13 فار للأهلي ولعب مباراة كحكم الأهلي والجونة وآجات فيها وما كانش عنده أي أخطاء تحكمية النهاردة عنده المباراة التانية لنادي الأهلي اللي طلعت جيش والأهلي فأتمنى النهاردة ليه بسيوني ما نقول بسيوني النهاردة أنت وصلت لمرحلة من شهين فأتنزل تاني لأنك إحنا خلاص إحنا شهر كام 7-8 القائمة الدولية طلعة يعني القائمة الدولية 25 طلعة كمان شهر هذه المباراة بالنسبة لك هي منطقة العبور للشارة الدولية للشارة الدولية فالنهاردة اكتحد معك أمين عمر حاكم شاطر جدا جدا وما فيش مشكلة وإن شاء الله يا ربنا وفاق كنتو الأتنين بس هذه المباراة الدولية أو للشارة الدولية أنت بتحلم بها بعد ما خرجت وعدت فترة بتحلم ترجع بها تاني بتمنى لبسيوني النهاردة حاكم كويس مقتهد عنده حاجة جميلة أو كابت ودي آخر حاجة أقولها فهم القانون وتطبيقه ودي يمكن ما يميزه عن الحكام بلير المقتنع به تماما 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 يعني مش عاد أقولك أنه بيحب بحمول بسيوني بشكل رائع نتيجة الأداء المتميز يوسف البساطي عندنا حاكم مساعد من الحكام الدولين مدش مشكلة خالص لعب أكتر مرة لنادي الأهلي عندنا عمر فتح ماتيس اسكندرية النهاردة عندنا حاكمين مسكندرية محمود بسيوني وعمر فتح المساعد التاني الاتنين شاطرين وعندنا سيد مريل حاكم صاعد الحاكم الرابع وأمين عمر النهاردة وسامير جمان الحاكم الدولي تقم تحكيم أعتقد تقم تحكيم متميز أحسن أنت رجل الحكام في تعيينه ما ينقصنا هذا اليوم أنه هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى أنه هو يفقهم ونرجع تاني أقول لهم مبروك ونرجع تاني لهم أن قرارات الأهلي بتوقف مع حكامها وبتطلع إيجابيات وليس سلبيات إن شاء الله بالتوفيق النهاردة كابن أيمان لإناد الأهلي والحكام إن شاء الله ربنا ولينا لقاء آخر بعض مرة إن شاء الله والنازي عليك وليس سلبيات